أكد وزير الخارجية سمح شكري على أهمية الضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات لقطاع غزة وفتح كافة المعابر البرية لضمان النفاذ المستدام والكافي لتلك المساعدات خذل لقاء مع نظيره النيروجي أسمان بارث إيدي على همشي أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياضة ناقش الجانبان الأوضاع في غزة والتحركات الهادفة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المطالبة بوقف إطلاق النار من جانبه ثمن وزير الخارجية النيرويج دور مصر المحورية في التعامل مع الأزمة بأبعادها المختلفة لسيما إيصال المساعدة الإنسانية اللازمة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة